واجهتم في فيديو أطوار القمر سؤالين مهمين أولاً يدور القمر حول الأرض مرة كل 28 يوماً ويكون في طور المحاق عندما يكون بين الأرض والشمس ولكن كيف لا يحجب القمر الشمس كل مرة يكون فيها في طور المحاق؟ أو لماذا لا يحصل كسوف للشمس مرة في كل شهر؟ ثانياً عندما يكون القمر بدراً تكون الأرض بينه وبين الشمس ولكن لماذا لا تحجب الأرض الضوء الساقط على القمر كل مرة؟ لماذا لا يحصل خسوف للقمر في كل مرة يكون فيها بدراً؟ للإجابة على هذين السؤالين انظروا إلى هذه الرسمة التوضيحية في هذه الرسمة يكون القمر بين الأرض والشمس لن تتمكنوا من رؤية الشمس هنا لأن هذه الرسمة قياسية والشمس بعيدة جداً إن السبب وراء عدم حدوث الكسوف في طور المحاق كل مرة هو أن مدار القمر حول الأرض ليس في نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث أن مدار القمر يميل بزاوية قيمتها 5 درجات عن مستوى مدار الأرض حول الشمس أو قد ينخفط 5 درجات ولن يسقط ظل القمر على الأرض إلا إن كان القمر في نفس المستوى مع مدار الأرض كما تشاهدون هنا ما تشاهدونه في هذه الصورة يسمى الكسوف الشمسي وما تمثله الخطوط الصفراء هو ظل القمر الكامل فلو كنتم في هذا الموقع على الكرة الأرضية سيحجب القمر الشمس كلياً وقد تمتد مساحة الظل بضع مئات الكيلومترات أما ما تمثله الخطوط الزرقاء فهو شبه الظل وإن كنتم في هذا الموقع من الأرض ستشاهدون كسوفاً جزئياً إن انحراف مستوى مدار القمر هو أيضاً سبب عدم حدوث خسوف للقمر كل 28 يوماً تشاهدون أمامكم سيناريو آخر حيث يكون القمر بدراً وتكون الأرض بين الشمس والقمر وفي هذه الحالة أيضاً فالزاوية مقدارها 5 درجات قد تكون للأعلى أو أدنى من مستوى مدار الأرض حول الشمس لن يحدث الخسوف إلا إذا كان موقع القمر على مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث يكون موقعه في ظل الأرض المنطقة بين الخطوط الصفراء تمثل منطقة الظل الكامل والمنطقة بين الخطوط الزرقاء تمثل منطقة شبه الظل أو الظل الجزئي من خلال هذه المعلومات يمكنكم تحديد اتجاه الشمس والوقت وحتى الغرب والشرق والشمال والجنوب كل هذا بالاعتماد على ضوء الشمس وبالحديث عن الشمس قد يتساءل بعضكم عن موقع الشمس نسبة للأرض والقمر في هذه الرسمة المسافة بين القمر والأرض تبلغ 240 ألف ميل وتبلغ المسافة بين الأرض والشمس 400 ضعف تلك المسافة وبناء على ذلك لو كانت المسافة بين الأرض والقمر في هذه الرسمة 30 سنتيمتر فستكون الشمس على بعد مسافة تعادل طول ملعب كرة قدم إلى اليمين ولمعرفة حجم الشمس بالنسبة للأرض والقمر ألقوا نظرة على هذه الرسمة التوضيحية تلاحظون هنا أن حجم الشمس هائل جدا وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر